قاحت هلال موقف ها تاكتيك مو وقرار الرجل بزيان وقرار تربح بربعة وش غا تدير انت يا رفا الاهلي وترجي والماظين بي وان تخبصتها لا مش بها دي لان مش خسرتي هنا بربعة تاخد هنا بستان لا ما متابقش مع كثير الفكرة غير هو ماشي فرق اللي قدر يواجه هادو يعني يكون بالقوة دي لانها تحطان دي لانها مرقع فرقها ولكن القراءة دي لال الطير كانت تقاياها قراءة في الموزن وعلى هلال كولير ماتي عافش قراءة ومدري مظيفة وعليش غدا نحنا نبخصو الهلال الطير لحق ديالي لا ممكن تكون القراءة دي لالطير حسنا من الكولير هادو اللي كتكلم عني دي لالاهلي لعليش لانه هلال الطير قريب من فارق الراجع رياد بزيال وكيعرف يعني شنو كين داخل فارق الراجع رياد وعرف من البدية بالك تي حطان جا لانه لو ان المدرب دي لفارق الراجع رياد كيعرف يدي القراءة الماتش ربال من البدية بانه تي حطان جا ما بغينش يخليه الراجع تلعب كورا يعني ما غتخرش من عند ذنيتي ومع ذلك صريتي انك تخرجوا تماما يعني اشكا نخصوا يدار نخصي القومي ساحات في الظهر دي اللاعبين باش تحاول تخلق فرص اللي تقدر يعني تغطبوا معلتي حطان جا او لا ترجعوا على الاقل نصف الملعب دي لانه ويبدووا يديرو اطنسيو مع فما قدرتيش تخرجوا وبغيتيتتلعبات قدرتي اخطى ماركة الأول وتماركة الثاني وتماركة الثالث اللي تحيل وتماركة الرابع ووسط الميدان ما كانش يعني اللعاب اللي وكاسور غايدر بضولة خسوية الدين ما كانش لا ايرفي او خارج اللائحة لا كاميرا كان في تشكيلها الرسمية يعني حتل دوزا ميطوعة تشفنا كاميرا فقراءة دي الزيكو بانت بانها كانت ضعيفة قراءة دي الهلال طير كانت في المستوى إنسابه خليته انتهوا احتيش ههلا ثلاثة الاهداف اللي يسفر كامير بانك في مشكلة كبير في الدفاع ديال فارغ راجاء الريادي وفي خط الواسط دير فريق راجع ريادي خص فيهم معه يعني حتى يعني اسمته أنا زنيتي في اللحظة من اللحظات خصو يزيد عطي اتقاء اللاعبين